موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كوشك الصحافة نتابع وإياكم من خلاله أهم ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية نبدأ الجولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت ورادفي اللجنة العليا للإغاثة تؤكد بدء تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية إلى تعز في المجال الإغاثي البعثة الهولندية تقدم عشرة ملايين يورو للبرامج الإسعافية في اليمن عنونا الموقع أيضا مساعي حكومية لتوسيع ميناء سقطرة لمواكبة النشاط التجاري والملاحي من العنوين خبر تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بشأن المباحثات السياسية جاء في التفاصيل قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إن الحكومة حريصة وتسعى جاهدة لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الإنقلابيون الحوثيون وقوات صالح في التعويل عليها أضاف المخلافي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الحكومة تسعى إلى استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن وفقا للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216 لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع الوطن نتحول إلى موقع مصدر أونلاين نستعرض أبرزا عن العنوين الرئيسية للموقع معارك متجددة في المنصورة في عدن والقوات الحكومية تدفع بتعزيزاتها وتتوغل بشكل محدود محافظة ذمار ضابط موال للحوثيين يقتل مواطنا في عتمة تطورات المعارك في تعز جاء هذا الخبر تقدم للمقاومين في الكامب شرق مدينة تعز ومعارك عنيفة في الجبهة الغربية ركز الموقع أيضا على تفاصيل خبر فقدان طائرة إماراتية في اليمن يقول الموقع قالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين نقلا عن قيادة الجيش الإماراتي إن مقاتلة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن فقدت وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب أن القوات المسلحة أعلنت فقدان طائرة مقاتلة ضمن قوتها المشاركة بعملية إعادة الأمل في اليمن لكن الوكالة لم تذكر أي تفاصيل أخرى حول الحادثة أوقف الحرب وهذا هو الطريق كان هذا عنوان لمقال في مصدر أونلاين للكاتب خالد الرويشان وقال خالد أن تنجح في إيقاف الحرب المعلنة عليك من العالم كله فأنت سياسي أن تستمر الحرب على رأسك وأنت لا تبالي فأنت مجرد أحمق يختنق في نفق ضيق ومظلم ولن تفلح أبدا والكارثة أنها رأس البلاد تسيل دما فإلى متى لم يعد ثمت دم لا في الرأس ولا في العروق ومسؤوليتك أمام العالم والتاريخ تحتم عليك أن تتصرف أن تتحرك اعترفت بقرار مجلس الأمن وامتنعت عن تنفيذه التذاكي غير الذكاء التذاكي يذكي الحرب ويطيل العدوان والذكاء ينقذ ويقود إلى السلامة انظر ماذا فعل تذاكيك في عدن وتعز والبيضاء واليمن شتان بين تذاكي زواحف الظلام وذكاء النسور في الأعالي ذكاء النسور يحتم انسحابك من تعز مثلا وتذاكي الزواحف يغريك بالبقاء وليكون ذلك ذريعة لضرب اليمن وتدمير نسيجها الاجتماعي المقدس من أين تبدأ هأنذا أضع الكلمات في فمك الأدرم الدامي أخرج إلى النور وأعلنها للعالم تعال أيها العالم تعالوا أيها العرب كي تشرفوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 هذا إذا كنت حسن النية في هذه اللحظة سيصبح العالم والعرب مشرفين شركاء في تنفيذ القرار ولن يضام أحد على الأقل أغلق باب الذرائع لاستمرار تدمير اليمن واليمنيين أخشى أن أقول إنك لا تريد شواهد الحال تقول ذلك بعد سنة من قتل وتدمير اليمن آن لهذه الحرب الغبية الملعونة على اليمن وفي اليمن أن تتوقف ووحدهم الإنقلابيون قادرون على إيقافها نقل موقع الموقع عن ياسين مكاوي مستشار الرئيس هادي القول العمليات العسكرية للتحالف العربي في صنعاء ستستمر حتى تحريرها من الجيش والمقاومة نقل الموقع عن الناطق باسم مقاومة صنعاء انتصارات التاعز سيكون لها أثر كبير في حسم معركة صنعاء في عنوان آخر قتلى وجرح من عناصر الميليشيا في هجوم للمقاومة على نقطة تفتيش بيريم في إم واهتم الموقع بخبر الاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وإدانة الجامعة للاعتداء جاء في الخبر أصدرت نقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء بلاغا صحفيا دانت فيه حادثة الاعتداء على الدكتور رصين الرصين الأستاذ المساعد في كلية الإعلام من قبل مسلحين في أحد أحياء العاصمة صنعاء أثناء خروجه من الحرم الجامعي إلى ذلك أوضح البلاغ أن سيارة من نوع شاص كان على متنها مسلحون بزي مدني اعترضت الدكتور الرصين في شارع الرباط وباشر المعتدون بضربه بالهروات ما تسبب له في جروح غائرة في رأسه نذهب إلى موقع مأر بريس نستعرض أبرز ما جاء فيه وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يقرر استدعاء تسعين دبلوماسيا ومبعوثا لتصحيح اختلالات الوزارة في إب الميليشيات في إب تقتل مواطنا بحزم العدين رفض دفع ما يسمى المجهود الحربي عنوان الموقع أيضا الحوثيون ينتزعون أكثر من ألف لغم زرعوها في الحدود مع السعودية في الشأن السياسي ومساعي المبعوث الأمم أمم المتحدة أسماعيل ولد الشيخ يقول هذا الخبر أجر المبعوث الأممي إلى اليمن أسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت محادثات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بخصوص الوضع في اليمن والمقترحات المطروحة لجمع الأطراف إلى مائدة مفاوضات جديدة فيما يتوقع أن يصل لاحقا إلى الرياض قالت صحيفة الشرق الأوسط إنها علمت من مصادر سياسية يمنية إن المبعوث الأممي يحمل مقترحات إلى الأطراف اليمنية بخصوص مكان وزمان إنعقاد المشاورات وأشارت المصادر إلى أن ولد الشيخ يقترح أن تعقد المشاورات نهاية الشهر الحالي في الكويت أو الأردن اخترنا من موقع يمن مونيتر العديد من الأخبار والعنوين المتفرقة أهمها عشرون يمنيا فقط ضمن صفوف تنظيم الدولة في العراق وسوريا إلى عدن طيران التحالف يستهدف مخزنا للذخيرة يعتقد أنه للقاعدة في عدن جنوبي اليمن في شأن المتصل نقل الموقع عن مدير أمن عدن اللواء شلال شائع قال ما يدور في المحافظة مرتبط بشكل وثيق بصالح والحوثي وركز الموقع على تفاصيل المعارك الأخيرة التي تشهدها مدينة تاعز يقول الموقع أحرزت المقاومة الشعبية والجيش اليمني تقدما جديدا غربية وشرقية محافظات تاعز وسط البلاد مراسل يمن مونيتر في المدينة قال نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش الوطني والمقاومة تقدما إلى ما بعد أسوار اللواء 35 مدرع وسيطراء على تلة الضنين شمال المعسكر أضافت المصادر إن القوات الحكومية تقدمت أيضا في الجبهة الشرقية للمدينة من ناحية منطقة الكمب المحاذية لمنطقة الحوبان نقل موقع التغيير نت عن ياسين مكاوي مستشار الرئيس هادي المنظومة العسكرية للانقلابيين تنهار ولا نمانع من التفاوض مجددا نقل الموقع أيضا عن محافظ عدن عيدروس الزبيدي المرحلة الثانية من الخطة الأمنية مستمرة لحين تطهير العاصمة المؤقتة بالكامل عنوان الموقع أيضا مسؤول خليجي يقول ملتزمون بإعادة إعمار اليمن والحكومة الشرعية ستجعلها أولوية تناول الموقع خبر التحذيرات التي أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تاعز من عدم اقتراب المدنيين من المناطق التي زرعتها الميليشيا بعشرات الألغام وجاء في التفاصيل حذر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المدنيين في تاعز من التحرك في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها خشية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبل فرارها وأوضح التحذير أن الطرقات والشوارع الرئيسية في المناطق الممتدة من ضاحية الحصب ومعسكر اللواء 35 مرورا بمعبر الدحي وصولا إلى ضاحية الضباب ما زالت تحتوي على ألغام مزروعة قد تتفجر في أي لحظة ودع المجلس العسكري في تاعز المدنيين تجنب السير في تلك الشوارع والطرقات حتى يتم الإعلان عن نزع كل الألغام منها مشاهدين نعود إلى كشك الصحافة ونستعرض أهم ما تقوله الصحف العربية في أعدادها اليوم مثل تتابع تطورات الميدان في اليمن والبداية من صحيفة البيان علقت الوزراء إلى تاعز لتطبيع أوضاع المدينة المدمرة قالت الصحيفة إن عددا من وزراء الحكومة والمسؤولين تم توجيههم للانتقال إلى مدينة تاعز بعد تحرير معظم أجزائها وذلك للإشرف على إيصال مواد الإغاثة ولتطبيع الأوضاع في المدينة تفيد الصحيفة أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي لتتولى القيام بذلك أشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح إلى أن 70% من البنية التحتية والمرافق في المدينة دمرتها الميليشيات الإنقلابية في موضوع متصل تنقل صحيفة البيان عن محافظ لحج ناصر الخبجي المحافظة تعيش وضعا أمنيا منفلتا وخاصة مدريتي الحوطة وتبن حيث تتخذ الجماعات الإرهابية من بعض الأحياء فيهما مراكزا لها لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة المؤقتة كما أوضح أنه طالما لحج تعيش وضعا أمنيا منفلتا وخاصة مدريتي الحوطة وتبن ولم يتم مساعدتنا في تأمينها حتى الآن فذلك يعني أن الخطر الأمني يتهدد عدن خاصة وأن الجماعات المسلحة تتخذ من بعض الأماكن والمزارع والأحياء في الحوطة وتبن لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن وإحداث الإختلالات الأمنية أكدت مصادر ميدانية لصحيفة القدس أن قوات من الجيش النظامي بدأت بالفعل بالتمركز في مقر قيادة لواء 35 وفي بقية المواقع العسكرية التابعة له وبالانتشار العسكري الميدني في المناطق الغربية التي تم استعادة السيطرة عليها من قبل قوات المقاومة الشعبية ونقلت القدس عن بيان للمقاومة إن المعارك التي دارت في أحياء الكمب والدعوة شرقية المدينة ومدرية جبل حبشي بالإضافة إلى غارات طيران التحالف أصفرت عن مقتل السبعة عشر مسلحا حوثيا وعن إصابة العشرات وأضافت المقاومة قتل عشر من مقاتليها وأصيب تسعة وعشرون آخرون في المعارك التي تمكنت فيها من استعادة أحياء الدعوة والكمب وبلدة العنيين غربي المدينة فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحوثيين الذين لا يعلنون عن قتلهم عنوان العصر تحت هذا العنوان كتب سامير عطلة مقالا في الشرق الأوسط وقال الكاتب لا أعرف في أي عصر فكري نحن الآن أعرف أن العالم العربي كان في الخمسينيات والستينيات مأخوذا بالنقاش الدائر حول جامبول سارتر في فرنسا وبرتراندراسل في بريطانيا واعتبرت القاهرة عام 1968 قبول سارتر زيارتها حدثا تاريخيا لما يمكن أن يكون له من أثر في دعم القضية الفلسطينية وفي بيروت كان الحدث المناظر الكبرى بين طاه حسين والأديب رئيف خوري والشاعر كان نزار قباني وضيف القاهرة كان نهرو وصهرها كان نيكروما وثرثارها كان نجيب محفوظ وبرلمان الكويت كان موالوه المستقلون ومعارضوه القوميون العرب ولها فريق ثالث والكتب الأكثر مبيعا كانت من نوع لا منتمي لكولين ويلسون لم يكن هناك تيار فكري في العالم من دون صد في العالم العربي طبيب الأسنان سامي الجندي كان يترجم أندريه مالرو وكان يترجم دستوفيسكي كان العالم العربي منخلطا في تيارات الحداثة والتطور والعلوم وطلاب جامعة هايكازيان في بيروت أطلقوا صاروخا إلى قبرص وعرف العرب نقاشا عميقا بين حركة الشعر الحديد وأنصار الشعر التقليدي وترجم إلى العربية إليوت وعزراباوند وهامونجواي واهتمت الصحافة العربية بالأحداث الدولية من مواقعها واستضافت الجامعات كبار المحاضرين من أنحاء العالم وعقدت الصحف اتفاقيات نشر مع كبار الدور العالمية وأصبحت القاهرة عاصمة أفريقيا ومنبر العالم الثالث وبحثت الصين وروسيا وأوروبا عن مواقع إعلامية في بيروت تنطلق منها إلى العالم العربي صار العالم العربي جزءا من حركة العالم الثقافية أصبح الصحافي المثقف شارل حلو رئيسا في لبنان تولى ثلاثة أطباء الحكم في سوريا حمل السودان إلى الشهرة الأدبية على جناحي الطيب صالح من سوق الحشيش في بنغازي حلق الحداثي صادق النيهوم في كل مكان كان هناك فكر وأنوار ونوافذ الجدل الآن حول من هو مؤلف إدارة التوحش صحيفة الخليج علقت حول إحدى الموضوعات قالت الإنقلابيون دمروا اليمن وكبدوا شعبه عشرات المليارات من الدولارات تقول الصحيفة ناقشت ورشة عمل عقدت في مبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ناقشت الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار وذلك تمهيدا لطرح برنامج إعادة الإعمار والتنمية في اليمن تنقل الصحيفة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الميتمي إن اليمن يقف اليوم على مفترق طرق فهو يواجه تحديات وأزمات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تهدد الدولة والمجتمع الحاضر والمستقبل أضاف الوزير إن هذا ناتج عن غياب دولة المؤسسات والقانون والعدالة في التنمية ونتاج للاستئثار بالسلطة والثروة من قبل الميليشيا الإنقلابية أكد الميتمي أن الأضرار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع اليمني باهظة الكلفة والثمن وستمتد لعقود نتيجة هذه الحرب البغيضة التي أشعل فتيلها المستعرة والشاملة ميليشيا الحوثي وأنصار ورموض النظام السابق الخارجة قال الوزير إن هذه الحرب تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من البنية الأساسية وأحدثت خسائر مادية وبشرية جسيمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت إحدى مصادر تمويل الميليشيا لمعاركها وقالت في عنوان بارز الأسواق السوداء سلاح المتمردين لتمويل حربهم على اليمنيين لجأت القوى الانقلابية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء إلى سلاح الأسواق السوداء للمشتقة النفطية وباستغلالها لمواصلة تمويل حربهم التي يشنونها على المدنيين في محافظات البلاد وبلغت هذه الأسواق بحسب إحصائيات مدنية أكثر من ستمائة وتسعة وثمانين سوقا تسعة وثمانين سوقا في العاصمة وحدها ناهيك عن المحافظات الأخرى التي لا تزال تحت سيطرتهم تنقل الصحيفة عن دراسة أعدها مؤخرا المركز الإعلامي للثورة اليمنية في هذه الأسواق تدر أرباحا طائلة لقوى الانقلاب الحوثي والمخلوع صالح وصلت في مادة البنزين فقط نحو 1.5 مليون دولار يوميا و43.5 مليون دولار شهريا المحللون الاقتصاديون في اليمن أكدوا أن الجماعة تتبع هذه الطريقة للوصول إلى أكبر قدر من الأموال لتمويل حربهم الظالمة بدليل توسع هذه الأسواق كل يوم وبطريقة منظمة نحن الآن في زمن فرار البشر بمئات الألاف من ديارهم التي حرقتها البراميل المتفجرة والدبابات والقتل المنفلتون من أي عقال للبشر من كل فج عميق يرمون أنفسهم في البحار والقفار هكذا بدأ أمجد ناصر مقالا في العرب الجديد وأضاف الكاتب الأردني لا الموت ولا العراء ولا المجهول يوعيق تدفقهم إلى ما يظنونه الخلاص العالم الحليث صنع أصوارا معنوية وحجز حركة الناس خلف ما سماها الحدود قد تكون هناك حواجز طبيعية تفصل بين الدول وقد يكون الحد مجرد خط وهمي أمام وضع كهذا عادت الأشكال الأولى للحدود على الرغم من إزالتها في كيانات توحدة مثل الاتحاد الأوروبي يقول برخيس قرأت قبل أيام أن الرجل الذي أمر ببناء سور الصين اللانهائي هو نفسه الإمبراطور شيهانغتي من أصدر مرسوما بحرق كل الكتب التي كتبت قبل عصره يبرر صاحب الفنتازيات الشرقية قوله هذا بشيء من الفذلكة وقليل من الاقتناع إن الأسوار دفاعية لردع البرابرة أما حرق شيهانغتي الكتب فلمنع معارده من الاستشهاد بها لمدح الأباطرة السابقين هل كان صور الصين العظيم أول صور في العالم؟ كلا على الأغلب إنه الأشهر بين الأقدم فمنذ ابتكر الإنسان الزراعة فن بقائه على الأرض والإقامة فيها عمل على إحاطة مصالحه الحيوية بأسيجة وأسوار حتى في تلك الأوقات المشاعية كانت الملكية موجودة ويراق على جوانبها الدم أسوار كهذه لم تكن ضد الآخر فهذا الأخير لم يكن قد ولد بعد فالآخر ابن الأفكار والعقائد التي ترفع قوما فوق قوم أو تميز على الأقل بينهم وهذه العقائد والأفكار كانت لا تزال في رحم الغيب سيجت المجموعات البشرية الأولى مصالحها قرها بساتينها ينابيعها وإلى آخره لحماية هذه المصالح التي صار يتوقف عليها أمر حياتها وموتها بعدما راحت الغابة تتراجع والأمطار ترتفع صحيفة العرب الجديد اهتمت بالوضع الاقتصادي علقت في عنوان بارز لها دولار المجاعة شح النقد الأجنبي يهدد الأمن الغذائي اليمني لا جديد في حياة المواطن محمد سيفغيلان سوى تلك الأزمات التي تهدد قوت يومه يقول العرب الجديد كل شيء توقف في هذا البلد ما عاد الأسعار التي ترتفع يوما تلو الآخر وكل يوم نصح على أزمة جديدة تقول الصحيفة ومن بين المشكلات الكبرى أن يقتات اليمنيون غذاء مجهول المصدر إذ أن أغلب السلع في السوق تقترب صلاحياتها من الانتهاء فيما سلع أخرى تدخل البلد عن طريق التهريب ولا تخضع للرقابة تؤكد العرب الجديد تشهد الأسعار الغذائية الأساسية في اليمن ارتفاعات كبيرة وتختلف من سلعة إلى أخرى حيث تتراوح نسب الارتفاعات ما بين خمسين في المئة إلى مئة في المئة تضيف الصحيفة لجأت أسر يمنية عديدة إلى تقليص الإنفاق على الغذاء والدواء في حين أن أخرى لا تجد ما يكفيها من الغذاء ليضاعف ذلك أعداد من يعانون نقصا في التغذية ووفق نشرة المستجدات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط اليمنية فإن 14.4 مليون شخص يواجهون إنعدام الأمن الغذائي في اليمن و1.8 مليون طفل ووفق نشرة 1.4 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية فماذا عن يوميات الميمنيين وكيف يحاولون التحايل على المجاعة إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية كشك الصحافة أترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر